هذا ويأتي الاهتمام بالمنظومات الطبية على رأس أولويات قوة دفاع البحرين التي يدأب القائمون عليها على تحقيق نقلات تطويرية من أجل خدمات طبية مثلى بشقيها التشخيصي والعلاجي نعم أقسام ومراكز صحية تشرف عليها قوة دفاع البحرين تقدم العديد من الخدمات الصحية الكاملة لمنتسب قوة دفاع البحرين وباقي المواطنين والمقيمين لتشخيص العديد من الأمراض التي يعانون منها على يد أطباء وممرضين ذوي كفاءة عالية وبتخصصات دقيقة في مرمى الإنجاز تنصب الجهود المؤدية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية في البحرين والعمل على تحقيق نقلات تطويرية تحاكي مجمل الخدمات الطبية المثلى بشقيها التشخيصي والعلاجي قوة دفاع البحرين وإلى جانب ما تقوم به من دور عسكري يشهد بأهميته وتميزه القاصي والداني محليا وإقليميا ودوليا لكونها مؤسسة تمثل درعا حصينا وخط الدفاع الأول عن حدود المملكة في وجه المخاطر كافة أيضا تمضي القوة نحو آداء مهام جليلة تتمثل بالنهوض بمنظوماتها الطبية التي هي على رأس أولوياتها واهتماماتها الإدارية إنجازات المنظومة الطبية ومن بعد أن سهل تلمسها كواقع وكحقيقة مثلة بفضل التوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ساهمت في الحفاظ على وطيرة نشاط قوة دفاع البحرين في الأخذ بيد المجال الصحي نحو إتمام الأهداف الموضوعة لتستمر القوة وبدأ بالقائمين على الخدمات الطبية الملكية نحو النماء والتحديث ضمن عمل تكاملي يراعي أحدث المعايير والمتطلبات الطبية والتقنية التخصصية في أقسام عياداتها المتنوعة التي تقدم خدماتها الصحية الكاملة لمنتسبي قوة دفاع البحرين وباقي المواطنين والمقيمين في تشخيص العديد من الأمراض التي يعانون منها على يد أطباء وممرضين ذوي كفاءة عالية وبتخصصات دقيقة وضمن نظام للمواعيد عالي الدقة يضمن خفض متوسط إقامة المرضى في أقسام المستشفى الداخلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر